هو صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية مرفقا بعقلته للمشاركة في تشييع جنازة جلالة المرثولة الحسن الثاني تغمده الله برحمته وقد أدت للاردني التحية تشكلة من القوات الملحة بس للاردن والأهل الصحيح أدني معزي الشعب المغربي المرحوم كان زي أبونا الصحيح فكلنا بتألمين كثير بالنسبة للمدار تام بومبيتي رئيس جمهورية إفريقيا مرفوقا بعقلته وعدد من الشخصية المرموقة بجنوب إفريقيا حل هذا اليوم ببلادنا للمشاركة في مرسيم تشييع جنازة جلالة المغفلة الملك وأدت لفخمته التحية تشكلت من القنبي عدد من أعضاء الحكومة القنبية وعدة شخصيات أخرى للمشاركة في مرسيم تشييع جنازة المغفولي ومغفوري للمغفوري للملك الحصن الثاني وحل ببلادنا هذا اليوم أيضا فاتح الله العلوم وزير الاقتصاد والمالية ومناز الأمينة وسيد العالم التازي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية وسيد مستفى النصوري وزير النقل والملاحة التجارية إلى مطار الرباط السلا وصل مبعوث الرئيس السوري حافظ الأسد السيد رفعة الأسد للمشاركة في مرسيم تشييع جنازة المغفوري ووزير التجهيز السيد بعمر تغوان المطار محمد الخامس مساء هذا اليوم حيث وصل الرئيس الفلسطيني السيد ياسر عرفات للمشاركة في مرسيم تشييع جنازة المغفوري لصاحب الجلالة الملك الحصن الثاني قدس الله روحه وبعد ان استعرض الرئيس الفلسطيني تشكيل من البحرية الملكيها التي ادت التحية الرسمية تقدم فبعزتك الا اخذت بايدنا وكنت لنا عند اليأس الغالب علينا نعم نعم نفوسنا احبطها نبعا الا انت فيما اصابنا اننا نفقد نبعا لا ينضب من الحنان والعطف والعناية والرعاية فهد لنا من لدنك رحمة وصبرة يا حنان يا منان يا وهاب وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم احنا الحمد لله كشباب فمتيني عشنا معا ولاد ستينة اننا عشنا معا واشفنا بان نؤسس الاساس الاساس الديمقراطية الحمد لله احنا احنا اشغا نقول لك كل شيء نشوفه فيه بان كل شيء خلاه لنا الحمد لله اي حاجة كينا في البلاد الديمقراطية كينا المؤسساتها هي متركزها الحمد لله وكل شيء غا يمشي بخير كمظم في الظل ديال جلالة الملك سيدين محمد الله ينصره لقد هجر النوم جفون المغاربة جميعا جفون